تواصل المديريات الشرطة في محافظات المملكة دورها المستمر في تعزيز الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال حملات انفاذ القانون التي تؤكد أهمية ارتداء الكمامات في المحال التجارية والأماكن العامة وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية كافة تواصل المديريات الامنية جهودها الميدانية من خلال التواجد في الشوارع العامة والمحلات التجارية للتأكد من تحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء المواطنين والمقيمين لكمامة الوجه وفي هذا الاطار تعمل مديرية الشرطة محافظة المحرق على تطبيق حملات انفاذ القانون للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن حيث يعتبر لبس كمامة الوجه أحد أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تواصل مديرية شرطة محافظة المحرق تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية للتصدي لفيروس كورونا وتقوم المديرية باتخاذ حزمة من الإجراءات التوعوية التي تهدف إلى سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من انتشار الفيروس والتي منها وضع شاشات التواصل المرئي المباشر في الأماكن العامة ومن منطلق مبدأ الشراكة المجتمعية تستمر المديرية في عمل الحملات الميدانية للحد من انتشار الفيروس ولتغليل حالات الإصابة ونحث الجميع بضرورة الالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع أنت مخالف بعدم ارتدائك لكمام الوجه كونك مرتاد لمحل تجاري طبعا أنت لازم تلتزم بارتداء الكمام أثناء ارتيادك الأماكن العامة والمحلات التجارية وهذا الشيء سيساهم في تقليل انتشار الفيروس كورونا في المجتمع وعلى هذا الأساس سنعطيكم كمام ترتديه أثناء زيارتك المجمع التجاري إن الاستمرار في تنفيذ الحملات التوعوية لأفراد المجتمع والالتزام بالإجراءات الاحترازية مسؤولية مجتمعية للحماية والسلامة العامة فالجهود الفردية تسهم في دعم الجهود الوطنية للحد من هذه الجائحة ترجمة نانسي قنقر